بس أنا عايز أقولك أكيد كان فيه متبط كتير وأكيد فيه لحظات قاسية جداً في حياتك أو في مشوارك الفني والمهني لحد النهاردة عمرك ما هتنسيها وكانت نقطة تسببت في تحول سواء في شخصيتك أو في رؤيتك للفن نفسه كانت إيه؟ سواء مواقف أو أشخاص حتى بدون ذكر أسماء لو مش عايز أنا نقطة التحول بالنسبة لي كانت مأساية يعني حاجة كبيرة مش حاجة صغيرة أنا كنت في مصرح بني سويف اللي اتحرق في 2005 وكنت من ضمن الضحايا اللي موجودين والحمد لله ربنا نجاني يعني منها فكانت مرحلة قصية جداً وكان ممكن من خلالها أتعقد أو أكره بس ده ما حصليش الحمد لله بس قمت من تاني لأن أنا بحب الشيء ده فإداني إصرار وقوة أكتر يعني هي بدايتك مصرحي يعني إحنا ممكن ناس اتعرفت عليك في التليفزيون بس أنت كنت عملت مصرحية قوية جداً اتعرف عليك المخرجين فيها عملت مصرحية يوليو سكايسر كنت أعمل فيها دور بروتس خدت بها أحسن ممثل أحسن ممثل أحسن ممثلت ساعة في المهرجان القومي ده كان عن 2009 والحمد لله يعني أنا ابتتحت المهرجان يعني مهرجان المهرجان القومي ده أنا عملت فيه ثلاثة عروض يعني ثلاثة سيزن أول أول عرض كان بيت الدوميا ده كان بداية المهرجان ودكتور أشرف زكي طبعاً حييه طبعاً وهو كان القائم على المهرجان ده وكنا بنعمل في الثقافة الجماهرية عرض اسمه بيت الدوميا لهنريك أبسن طبعاً كان قلق بيني فأنا كنت أعمل فيه شخصية هلمر وده كان افتتاح المهرجان نفسه ومن هنا عارفك بقى المخرجين وكده ما كانتش لسه فيه ما خدتش فيه جايزة بس أصريت اشتغلت تاني عملت عرض بعدي عملته في المصرح البالونة عملت هاملت في موسم الدم كنت عامل فيه شخصية حفار القبور بس في شكل أسطوري اجتهدت فيه جداً وبرضه ما خدتش جايزة وبعد كده ما فكرتش بقى في الجايزة لما ما فكرتش في الجايزة جت لي ولما جات لي رميتها في النيل بعد ما استلمتها والله خدتها رميتها في النيل ليه؟ حسيت ان هي جات بعد ما يعني وانا مش عايزها فرواقص دي بقيت مش عايزها الحاجات اللي بتيجي متأخرة فعلاً كان بالنسبالي الجايزة هو السوكسي بتاع الجمهور ده كان الطاقة بالنسبالي يعني المصرح بالذات السوكسي هو الجايزة بالنسبالي بص انا ممكن اختلف معاك شوية في الحتة دي لان كل حاجة بتيجي فوقتها اه طبعاً احنا منعرفش ساعتها السبب او الحكمة او اتأخرت ليه بس انا بحب انبسط بالحاجة حتى لو في وجهة نظري ما جاتش في وقتها ليس مش مشكلة در ايانا لا 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 اكيد اكيد كل حاجة متأجلة لها سبب